بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نترك سويا الان الى تصميم قاعد البيانات بالأكسس نتخش معلومات بان معرفنا نقدم البوزة عن تيتابيس نتخش على ميكروسوفت أكسس هنلاقي بيسام هل انت عايز نفتح قاعد البيانات قديمة ولا عايزين نفتح بلانك أكسس تيتابيس يعني نفتح قاعد البيانات جديدة فاضية ونقوم بتوسع قاعد البيانات وقوم بتعديه قاعد البيانات ننشئ تابل من عدة طرق غالباً هو design view ننشئ تابل من عدة طرق نشوف تابل سلطة عدة تابل يحتوي على person id نضغط عدة طريق يقول الـ type يمكن تابل بمثنت يمكن تابل المنحظات يمكن تابل المنحظات يمكن تابل المنحظات يزيد لواحده هنردنا نكمل الكتابة نحن لدينا بعد كده البرسون مين يمكن نكتبه وهذا هي code text البرسون مينه يسأل على الفيلد سايد خمسين يمكن نقول مينه بحيث حتى اضطعت برميل الاسمين هنردنا نرتمه الفيلد اللي بعده هو البرسون جل وديها تكون تيكست وخمسين كوائز بعدين في عندنا البرسون ادرس جوب وده برضو هيكون تيكست بعدين في عندنا الست اي دي ديها تكون نمبر ودعنا كده كوائز في موضوع من اللي لازم نتكلم عنه اللي هو البرامري كيل ايه هو البرامري كيل هو اللي احنا بنعتبره المسلسل بتاعنا اللي رقمنا نتكررهش يعني هنا في التابل ده هنلاقي المسلسل الشخص نتكررهش يوه نيجي هنا جنب البرسون وندوس على رمز المفتاح اللي هو البرامري كيل يبتعرف ان ده هو البرامري كيل لأمر ما يتغير يعني منفعش انه يكون عندي هنا في التابل ده يكون عندي شخصين للم نفس الرقم فعشان كده بقول له ان ده هو البرامري كيل ومنفعش انه يضغير هنبدأ نحفظ الملف التاني هنسألنا على اسمه طبعا نزل ما قلنا قبل كده لو نفتكر هنسميه بيرسون انفو بيانات الاشخاص هنقفل ونقفل ونقفل انشاءنا تابل اسم بيرسون انفو بنفس الطريق هنقدر نحن نمشي باية ال تابلز هنخش مثلا على السيتي انفو هنقفل بيرسون انفو في الدزاين فيو اوكي بس اما عفل دنيمز هنقدر نجلهم من هنا السيتي اي دي وده نزل ما قلنا هيكون السيتي اي دي وهيكون اوتو ممبر سيتي اي دي هيكون اوتو ممبر سيكون بعدين السيتي اي دي وده يكون تيكست اسم المدينة وبعدين جذرنا اي دي ده يكون ممبر نكون نصلا على حرف ال 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 انه يجب لي ايه ممبر طبعا هنا السيتي اي دي هيكون هو البرامريكي لانا ما ينفعش هنا يكون فيه مدنتين لمن نفس المسلسل بتاع ناكم المدينة هنحفظ التابل ده وذي نقفل هنسميه سيتي انفو وذي هنجى عندنا اه نقفل دانا عندنا اتين تابل اسيتي انفو ووبارسون انفو هنخش نعمل تابل كمان ملوه بتاع بوانات المح realise هنجي نقوم لنو في دوزين view ووكي هنجي هنا الgovernment id وهي يكون auto number لما ينفعش المسلسل ده يكرر فانعشان نعملت auto number بحيث يزيد كل مرة الgovernment id هنعملها stick list زي ما هنا وهي زي قولنا الgovernment id ده هو يعبار عن البرامري key وهنحفز التابل ده باسم govarn info هنقفل التابل ده هنعمل تابل كمان هننبوس علي هنا الاول يوقعنا اثنين تابل في عندنا التابل بتاع بيانات الهواتف فنجي نقوم لنو في design view و هنبدأ نكون الفيلز بتاع بيانات الهواتف و زي قولنا اول رقم اللي هو مسلسل الهاتف ده هيكون auto number اما البرس الانفو البرس الانفو البرس الانفو هيكون number بس مش auto number هنجي نقرر هنجي نقرر اذا ما قلنا نكون واحد واحد البرس الانفو البرس الانفو البرس الانفو هنجيه number و هنجيه الانفو البرس الانفو الانفو ببيانات الانفو الانفو قد نقرر الببيانات الانفو هيكون اسمه الفهم ضوى هنقوم بإمكاني البرائي المريكي على الرقم اللي هو متكررش اللي هو مسلسل موالهاتف ونحفظ هذا التابل تقلح بتأخيله ونغير نحفظ التابل هيقوله ان التابل دا رسا متحفظش وهيسألنا على الاسم بتاعه تدى بقى عندي خمسة تابل يبقى كده نجحت في إدخال تصميم التابل الآن ممكن هذالهات يبدأ الدخل البيانات البيانات قول الجتال يعني نعلاقاتها الـ Govern Info وضعاتنا دابل كلك هيفتح لي هيقوله دخل الـ Govern Leave طبعا مكان هناك الفيديو نجح أخرى نحن نعلمه هم لكن نقلقه على الـ Design View إذا الشبعتنا وفي عند الحاجة تأتي هنا اسمها Caption Caption ممكن أن يكتف فيها رقم بالعمود يعني الريمز اللي هو التائتل بالعمود ينقل يقول هنا رقم المحافظة ويجي في التانية دين في الكابشن ونكتب اسم المحافظة طبعا نتعا نشوف ال data share view لازم يتأمل اول ان هو لازم يحفظ الدزاين بتاع تيبي لان هو هنا يديني رقم محافظة واسم محافظة ممكن نبدأ نكتب الشرقية ونلاحظ ان هو كتب الواحد لوحده القاهرة هل ان هو كتب اثنين لوحده الاسكندرية القاهلية وهكذا ممكن نحن عدد المحافظات بتاع مصر كلها نفتح ال city info ممكن نوش على الدزاين الاول ممكن قبل ندخل بانات ممكن design view نحن نعدل شوية يعني نجي نكتب هنا رقم المدينة وفي ال city name اسم المدينة وفي ال governor id فاعدين هنا رقم المحافظ انا رحفظ ونخش على view ونحن نكتب اسم المدينة مثل ازقاذيقو 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 انا رقم في محافظة الشرقية اللي كاركو مرواحد بلبيس بريقو في محافظة المرواحد فاكوس بريقو في محافظة المرواحد مينيا القنح فحظان رواح فحظان الراح القاهرة فحظان الاثنين المنصورة فمحافظا من الربعة السن بالوين فحظان الربعة يبقى هيا دميكم ايه لناخد بالن هو هو اليهود المنبر يبدأ الراجل يزودولي بواحده من غير مقال جائلي بنفس القصة ممكن نبدأ أخش على البرس والإنفل ممكن نخش الأول أكتب الكابشنز التالي ورقم الشخص ونخش على الستيمين في الكابشن ونقول له اسم الشخص وفي جب وعمل الشخص وفي الفول أدرس عنوان عمل الشخص وستي او دي رقم المدينة في نفس القصة لا نقدم اسم الشخص عاطف وعمل مدرس ونقوم نعمل كلية الهندسة ورقم المدينة فروة فروة بردو مدنس وفيكل هندسة وفيزة قزيق احمد محمد محمود كان اا مدير في مستشفى الجامعة وهي تنشغال في مدينة المنصورة من شكل منصورك الرقمها كان فهومكن نقفل ونفتح الـ City Info لأنه منصورك الرقم 6 يبقى هلنجتين في البرس المنصورة ونكتب له 6 يبقى هلنجتين ملينا ببيانات معدل اشخاص نفتكر ان معتفعات كرقب واحد فريد سكر كرقب اثنين هنجدين الفون Type Info ندقى برضى ممكن نهش على الـ Design وفي الـ Captions نقوم رقم نوع الهاتف وفي التين هنكتب نوع الهاتف هنحفظ ونشوف الـ View بتاعتنا هنجبسا نقول له منزل لعمل ونحن بحبه ونحن بحبه ونحن بحبه ونحن بحبه لذلك لا نقوم بحبه ماذا اقفل بلد القصد بتاعي الي هو البرسل الي هو الفون انفو لو نفتح فون انفو هالنف نف وال آنف ، نارضم ما ضم نف لaway EN E نف으� ننجد التوشي السلسل...... الهاتف وهنا الرقم الشخص رقمه وهنا رقم رقمه هو الهاتف وهنزل على اللي بعد اللي هو رقم الهدى وكده نبقى ايه وصفنا العنوان بتاعة الحقول بتاعة الجدوة بتاعنا ونروح للview هيستحفظ ايس المنزل بتاعه 0-55-2-3-4-15-35 ونحن نحوظه بسيطة انه هو مشهل الزير واللي على الشمال لانه علم الطيب بتاعه ننبر فلذلك هنجي هنا على جانب بانه هو ننبر هنخليه تاكستامش ننبر يعني الننبر مشكلة انه هيشل في صفر العشمال يعني من الجرس كده هنبي Schulezil ويباقين على عميل� نفس القصفه موحض ثم تفرقى اللي هو الهاتف بتاعه Kevin اللي هو كان في العماد ال كان 0-55-250-2-3-4-2-3-0-4-9-0-8-7 هذه هي موحضة التلفون الكريكي بتاعه 0 10 5 2 8 3 5 5 7 وهكذا همكن نرى أربع أدخل الشخص المال 2 العموء التلفون بتاعه أي أرقام ونفس الكلام الشخص المال 2 العمل بتاعه هذا أرأي أرقام والمحمول بتاعه والشخص المال 3 عرضه نفس نفس الـ sequence التي نضعناه قبل كذا وكذا الطريقة التي ندخل البيانات ليست طريقة مثلة لأنني ليس معقول لأنني دخل البيانات المدينة ويشوف أسم محافظة نيكو لأنني دخلت اسمي همليها مرهقة جدا طبعا في طريقة أمي أظرف من هذه الطريقة وهي الموضوع الفورمز بس أنا نتقش عن هذا الفورمز لازم نعاول شوية إلى الموضوع الكوريز اللي هي الاستعلمات ترجمة نانسي قنقر